بمعاولهم ومطارقهم يعمل الفلسطينيون المناهضون للجدار الإسرائيلي دون كلل أو ملل لإحداث ثقوب وحفر في الجدار الممتد بطول يزيد عن 709 كم في أراضيهم إذ بات يصادر نحو 13% من مساحة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التقيت بفلسطيني يشارك منذ بدء الحراك الشعبي المقاوم للجدار بمحاولة إحداث ثقوب فيها طلب منا عدم الكشف عن هويته في ظل اعتقال الجيش الإسرائيلي لمئات الفلسطينيين ممن شاركوا بذلك وتوجيه أحكام عسكرية لهم بدعوى تهديدهم لأمن إسرائيل إحداث ثقوب في الجدار تمنح هذا الفلسطيني ومن معه حقوقا كثيرة مسلوبة منهم بحسب تعبيره نحاول فتح هذه الثغورات من أجل الوصول إلى المناطق الفلسطينية الأخرى التي يعزلها هذا الجدار والوصول إلى أرضنا التي تم مصادرتها هذا يدفعنا لأننا نيأس هناك الأدراج الأمم المتحدة ومجلس الأمن هناك مليء بالقرارات التي تجبر على الاحتلال الإنسحاب من الضفة الغربية ولكن لا تنفيذ لها وبالتالي يدفعنا إلى أن نأخذ حقوقنا بأيدينا هذا المقطع من الجدار تعرض لأكثر من محاولة لإحداث ثغرات فيها في رسالة من الفلسطينيين للتعبير عن رفضهم لمواصلة العيش في ظل جدار بتى يصادر أراضيهم ويمنعهم من دخولها أو حتى التنقل فيها وهو ذات الجدار الذي يشكل للجانب الإسرائيلي حدودا توصف بالآمنة لكنه وبتلويه داخل جسد الضفة الغربية بتى يقتل حلم إقامة الدولة المستقلة وفق التعبير الفلسطيني ففي ظل التوسعات الاستيطانية وبناء نحو 80% من المقاطع المكونة للجدار الإسرائيلي تسيطر السلطات الإسرائيلية على أكثر من 70% من المساحة الكلية للضفة الغربية القوانين الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة اعتبرت الجدار الإسرائيلي غير قانوني والمستوطنات غير شرعية الجانب الفلسطيني يناشد بشكل مستمر لإخراج المواقف الدولية إلى حيز تطبيق وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية بحسب التعبير الرسمي يجب إسقاط هذا الجدار ومقاومة هذا الجدار وكل الاستيطان القائم في الأراضي الفلسطيني المحتلة هو مباح لكل الشعب الفلسطيني هذا احتلال غاصب يمارس الإرهاب وشعبنا الفلسطيني مصرح له مقاومة هذا الاحتلال وهذا الاستيطان فمحاولات إحداث الثقوب التي تتكثف بشكل شبه أسبوعيا في الآوينة الأخيرة أينما تواجد الجدار الإسرائيلي في شتى مدن وقرى الضفة الغربية يقول الفلسطينيون أنها لن تنتهي إلا بزوال الجدار عن أراضيهم من قرية بيرنبالا شمال غرب مدينة القدس إمان عرقات بي بي سي